بعلوا بقى نروح وانتابع مع حضراتكم آخر الأخبار والأنشطة المتعلقة بفرق المختلفة للنادي الأهلي مع زملتنا العزيزة ومرسلتنا مريم سميح الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بجزيرة مريم صباح الخير عليك الفضالي احنا سمعينك بصبح عليك يا كريم وبصبح عليك يا نهواند وطبعا بصبح على جماهير النادي الأهلي العظيم في كل مكان من هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا جولة في أهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأجواء بالنادي ولكن خليني في البداية أبدأ معاكم بأجواء مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة لأنه كله طبعا يعني أحاديث جانبية ولا صوت يعلو فوق صوت مشاركة بعثة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية كل الناس بتتكلم هنا عن قد إيه بعثة النادي الأهلي كان شكلها مشرف للعالم أجمع وكمان استقبال الجالية هناك للبعثة كان من نسبالهم بشكل مشرف جدا يمكن كل الأحاديث الجانبية هنا في أرواق مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني بتتحدث عن هذا الشأن وكمان متحمسين جدا لمباراة يوم الخميس المقبل 4 فبراير في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية مع الدحيل القطري وبيتكلموا في حالة الفوز أن هما طبعا هيكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني زي محفل وكمان هيكونوا مستعدين لمشاهدة يعني بطالهم البطل النادي الأهلي طبعا أمام بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا يوم 8 فبراير المقبل إن شاء الله وكمان بيتكلموا عن إن لا صوت يعلو فوق صوت النادي الأهلي في العالم خلال هذه الفترة ننتقل لأهم الأخبار أو أخبار الفرق الرياضية بالنادي الأهلي والبداية طبعا مع الفريق الأول لكرة السلة رجال والحق يعني فوز مهم جدا أمس السبت على نظير فريق المصرية للاتصالات في بطولة الدوري بنتيجة 73-68 ده طبعا في المباراة التي أقيمت أمس السبت زي ما قلنا على صالة الأمير عبدالله الفيصل هنا بمقر نادي الأهلي بالجزيرة أشرف توفيق المدير الفني للفريق قال إن ده كان فوز مهم جدا خلال هذه الفترة خاصة بعد خسارة الفريق لبطولة السوبر يوم سلطاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 72-71 وشايف أن فوز أمس كان فوز مهم جدا علشان يدي دفعة للعابين لتحقيق المزيد من التقدمات وكمان المزيد من الفوز خلال الفترات المقبلة في بطولة الدوري كمان قال إنه الأهلي بمن حضر طبعا خلال الفترة المقبلة لأنه هو كمان قال إن فيه غيابات كتيرة جدا أثرت على صفوف الفريق بسبب الإصابات ولكن هو واثق في جميع العناصر المشاركة بالفريق في بطولة الدوري كمان سيدات طائرة الأهلي حققوا فوز مهم أول أمس الجمعة على هالي يوبلس في بطولة الدوري بنتيجة 3-0 على صالة الشهداء أو في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة عايزين نقول إن الفريق يعني فرض سيطارته الكاملة منذ بداية اللقاء وحتى نهايته في الثلاث أشوات وده طبعا يعني بشهادة الجميع لأنه الثلاث أشوات كانت بنتيجة 25-11 25-12 و 25-7 عايزين نقول إن فريق سيدات طائرة الأهلي يعني المباراة جمعها الخضها أو الخمس مباراة الماضية حقق فيهم الفوز جميعا بتقدم وده خلاهم يحققوا العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة كمان عايزين نقول إن بتستعد فرق الجنباز بالنادي الأهلي تحت رئاسة طبعا المدير الفني محمد فؤاد حبيب لبطولات الجمهورية واللي هتقام مع مطلع شهر فبراير المقبل واللي هيبدأ غدا طبعا الاستعدادات لها على قدم وساق كانت خلال الفترة الماضية وكمان خلال الفترة الحالية المدير الفني للجنباز محمد فؤاد حبيب قال إن يعني كل الاستعدادات بتجرى وسط إجراءات احترازية مشددة يعني بداية من تعقيم صلاة الجنباز جميعا وكمان يعني المدربين بيرتدوا كمان الكمامات كمان يعني قللوا عدد ساعات التدريبات وكمان خفضوا عدد اللاعبين المشاركين في هذه التدريبات كمان عايزين نقول إن بنات يد الأهلي موليد ألفين واتنين حققوا الفوز على فريق الطيران بنتيجة سبعة وعشرين عشرين ضمن طبعا منافسات بطولة الجمهورية أمس السبت وأخيرا شباب طائرة الأهلي سبعتاشر سنة كمان حققوا الفوز على بايونيرز بنتيجة تلاتة صفر ضمن منافسات بطولة الجمهورية دي كانت جولة لأهم الأخبار حول الفرق الرياضية وكمان أجواء النادي الأهلي هنا اللي كلها مليانة حماسة لبعتة النادي الأهلي المشاركة بطبعا يعني كأس العالم للأندية واللي بنتمنى لهم التوفيق ويعودوا طبعا يعني مرفعين الرأس كالعادة بشكركم جدا والعودة للستوديو مرة أخرى احنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة ومراسلتنا المحترمة المحترفة مريم سميح